يعني الطبيعية هذول الشريين عندهم ميزة إنهم بيكونوا ما بيمروا ولا إشي يعني بيكونوا تايت عالآخر ما بيطلعوا ولا دم ولا دهنيات ولا إشي لما يتكون أوعية مش طبيعية أو يتدمروا الأوعية بيصير عنا نزوفات على الشبكية وبيصير في عنا مستحلبات يعني زي الكوليسترول زي الدهنيات تطلع ومية تطلع وتعبج وبيت الشبكية اللي هي زي الصورة اللي تحت الصورة اللي تحت اللي هي غير طبيعية اللي هي متأثرة من السكري أوكي طيب إحنا يعني خليني أشرح لكم أنا زي ما فهمت أنا كمان عم بسمع زي زيكم أنا دكتورة ريحة وعم بتعلم معكم فالعين زي الطابة بطانتها اللي بطانة تحت هاي الطابة من جوة من ورا في قدام وفي ورا اللي بطانة الداخلية الخلفية هي الشبكية وكلها تمتاد لقدام قدام ماسك العدسة إذا أنت بتتخيل أي كاميرا الفيلم بيكون ورا الصورة بتيجي على الفيلم بضبط هي الشبكية محل ما بتتكون الصورة نفس الشي زي الكاميرا والفيلم بالضبط هلأ نرجع لأسؤالنا إيش هي سبب اعتلال الشبكيين نتجعون السكري أو نقول حكيناهم حكيناهم العوامل اللي بتزيد من فرصة تأثير السكري على العين طبعا العوامل اللي بتزيد من أنه يصير معه الواحد تغيرات من الشبكية من السكري أول إيش الزمن كل ما زادت السنين السكري كل ما زادت احتمال أنه يصير معه الثاني العامل اللي كتير مهم هو السيطرة على السكري بالدم يعني إذا كانت السكري نسبته عالية بالدم أو إذا كان السكري التراكمي أعلى من ستة ونوص يعني كان تمانية وتسعة وعشرة زي ما فيه كتير مرضى بيجوا بيكون التراكمي تبعهم عالي كتير هالدول عندهم احتمالية أنه بعد خمسة أو ست سنين من إصابة السكري يبدأ يصير معهم تغيرات طبعا كل ما واحد سيطر على التراكمي وسيطر على السكري كل ما قلت احتمال أنه يصير معه تغيرات الإشي الثاني اللي بيساعد أنه يزيد التغيرات ارتفاع ضغط الدم يعني اللي عنده سكري وعنده ضغط هذا صار عنده مشكلة أكبر من المشكلة اللي عنده بس سكري لحاله طبعا أغلبية مرضى السكري بفترة معينة بعد فترة بيصير معهم ضغط ومرأت ما بيكونوا حسينين عندهم ضغط الإشي الثالث الدهنيات يعني إحنا عندنا الضغط وعندنا السكري وعندنا الدهنيات تكون مرتفعة الدهنيات تكون مزاد تأثيرها على الشرايين. هدول الثلاث عوامل بيأثروا على شرايين العين وبيخلوها تصير معرضة انها تتسكر هاي الشرايين الصغيرة وتتأثر من السكري. ثلاث عوامل. لازم نحافظ عليهم. هدول اهم عوامل بيأدوا الى انه الواحد يصير معه سكري. طبعا في عنا عاملين تانيين اللي هم التدخين. اهى. لانه اللي بدخنوا بتلاقي بيصير عن نسبة الاكسجين بشرايينهم اقل وبالتالي الدم اللي بوصل على الشبكية بيكون فيه نسبة الاكسجين اقل والتروية بتصير اقل واضعف. والاشي الخامس اللي بيصير بس بالستات انه الحمل. مع الحمل؟ اه مع الحمل بتزيد احتمالات انه يتزيد التغيرات اللي بالشبكية من السكري. بالزبط. طيب يعني احنا كمان منسبة عن الحوالين بيصير معهم سكري الحمل. بالزبط. كمان. يعني هو الناس العاديين اللي عندهم قابلية للسكرية بالحمل بيصير انه يصير معهم سكري حمل يعني بداية تغييرات سكري كيف الشخص العادي اللي عنده سكري عادي مع الحمل بتلاقيه انه بيصير مع احتمال انه يصير مع تغيرات بالشبكية اكتر مشانيك كل مست بس تحمل لازم تروع دكتور عون اول ما تحمل طيب ايش خلينا نقول شو هي المضاعفات اللي بتصير مع ناتجة عن احتلال شبكية هلا المضاعفات بسبب السكري بسبب هلا اهم المضاعفات اللي بتصير مع الاعتلال الشبكية من السكري اول اشي انه بيصير معهم ممكن يصير معهم نزيف على الشبكية حنا حكينا بتكون اوعية مش طبيعية هاي الاوعية المش طبيعية شو ده تسوي بدها تنزف ولم تنزف بتعبج جسم الزجاجي العين وبعدين بفقد المريض البصر بصير في عنده نزيف على الشبكية هاي اول شغله الشغل الثانية انه نتيجة الاوعية المش طبيعية برضو بصير في مستحلبات على لطخة الصفراء للعين وهاي المستحلبات بتخلي النظر يسير طعيح مستحلبات يعني هي لانه هدول الشريين الصغار بصيروا زي المنخل اعرفت كيف بنزلوا المي تاعت الجسم لما تنزل هاي المي بنزل معها كوليسترول وبنزل معها ألبومين بنزل معها دمنيات هادول بتكتلوا ع بعض وبعملوا ايشي احنا بنسميه مستحلبات بس هو يعني ممكن يكون انه زي كوليسترول زي ألبومين زي اشياء زيك تجمع على الشبكية هلا هاي بتزيد سماك تلغ اللطخة وبتضعف النظر هاي تاني مضاعف اللي هي لطخة بتضعف او انه بصير معهم نزيف على الشبكية هلا بعد ما يتكون اوعية مش طبيعية على الشبكية هاي الاوعية بتنشاف لما تنشاف تعمل الياف لما تتليف بتشد على الشبكية بتفصل الشبكية اوكي تليف هو مرحلة سيئة بالضغط هي تليف هي من المراحل المتقدمة لاعتلال الشبكية من السكر ممكن مخرج معنا الصورة للتليفات ممكن نفرجيها للمشاهدين في عنا صورة للتليفات هاي المناطق اللي مشوفها زي الدائرية البيضة هاي اصلا كانت اوعية مش طبيعية وبعدين بعد فترة من الزمان تليفات وصارت تشد على الشبكية احنا حاطين صورة الولد تحت بس منشان نشوف كيف بتتغير الصورة يعني الواحد الطبيعي بيشوف الولد واضح بينما المريض اللي عنده السكري بيصير يشوف الصورة مردشة زي هيك واكتر كمان واكتر اكتر كمان طبعا طيب ايش هي اهم الاجراءات التي تساعد على تشخيص المرض عندكم هاي لديكم اتوقع هلا اهم الاشياء احنا حكينا ان المريض لازم ينفحص اولنا دوري كل سنة يجي عالدكتور الشبكية ليتوسع بوب العين ويطلع على الشبكية ويطلع على القزحة ويطلع على العدسة هلا طبعا هاي اول اشي الشغلة التانية اللي ممكن نسويها ممكن نسوي صورة ملونة للشبكية اللي هي منحق المادة اسمها فلوريسين بالوريد ونشوف هاي المادة لما تدخل بالشرايين العين كيف بتدخل ونشوف ازا في مناطق بالشبكية ما فيها دم ما بوصلها الدم ولا بوصلها شي الأكسجين بتبين معانا بتبين لونها باختلاف عن لون الشبكية الطبيعية وبتفرجينا كمان ازا فيه اوعية مش طبيعية او في مية على اللطخة او مستحلبات على اللطخة كلها بتبين بالسورة هاي بتعطينا يعني زي ما تحكي نوعية الشبكية يعني كيف نوعيتها كيف نسبة نقص التروية فيها الأوعية المشتبعية لفيها هاي منسميها يعني احنا يعني بالانجليزي كواليتيتيتيف يعني بتعطينا الكواليتي تاعت الشبكية هلا فيه اعنا فحس تاني ممكن نسوي للمريض اللي هي صورة طبقية للشبكية هاي طبعا صور حديثة ما كانش موجودة قبل زمان يعني قبل اربعة قبل خمسة سنين ما كانش فيه هذا التصوير موجود هاي الصورة بتفرجينا طبقات الشبكية مش بس الخارجية اللي بيشوفها الدكتور بالفحص بالعمو يعني كأنك مااخد مقطع طولي في الشبكية وبتفرجيك كل طبقات الشبكية بتشوف على اي مستوى جمعت السوائل بتشوف قديش تأثيرها على على العصاب تاعت العين مساهل هذا الاجراء دكتورة؟ هاي الصورة كتير سهلة لانها يعني الواحد يسمع انتوا عم تاخدوا على كل طبقة يمكن المرضى بتواهي منهم راح تفوت جوا عينهم نزبوت لا لا بس هي هاي التكنولوجيا الفضيعة اللي هي حتى اسهر من الصور اللي هي مع الحقان ومع اسفلوريسين لبعد المريض خمس دقايق بيكونوا طلعوا له كل طبقات شبكيته اللي هي او سي تي منسمي وفحص طبقي للشبكية اللي بيين لنا قديش سماكتها يعني مثلا قديش سماكتها اذا كان سماكتها فوق الثلاثمائة ماكرو ميتر الغير بنعرف انه لازم نعمله مداخلات تانية وحتى مهمة بالمتابعة يعني كمان انت لما تعمله صورة وتعطي علاجات وترجع تصوره كمان مرة بيبين معاك وين صرت انت بالعلاج طبعا هاي هاي التكنولوجيا ماكت موجودة زمان وبالتالي زمان ما كناش نقدر يعني نعمل اشي كمي يعني يعني انا نقيس بالضبط قديش نحسن هلأ صرتوه هلأ فيه كمي يعني مش بس نوعي زي الفلوريسين نتفرج على الصورة بالضبط كوانيتيتيتيف وكوانيتيتيف طيب دكتورة اذا بدنا نقول انا خطر ببالي سؤال هلا يعني مثلا اذا واحد ما عنده سكري بس شو بنقول يعني فيه احتمالية انه يتعرض للسكري مستقبلا مستقبلا بالحياة مثلا احد الوالدين عنده سكري بالضبط هذا مهم هل هذا الشخص برضو يفضل انه يفحص من عمر مبكري يعني مثلا بالثلاثينات طبعا طبعا هلا اغلبية المرضى عندنا يعني تلاقي دائما في عندنا بالعائلة بيكون فيه خاصة ببلادنا ببلادنا كتير ناس بكونوا متجوزين يعني بتعرف كيف زواج الأقارب وبالتالي انه احتمال الاصابة بتكون عالية شانيك انا بحكي يعني كل واحد عنده من اهله رايبه وامه او ابو عنده حدا سكري يفضل يضله يشيك على حاله انه صار معه سكري او ما صار معه سكري ضروري واذا اذا ما شيك خليها سكري بيصير يفحص عينه دوريا اه طبعا ممكن يفحص عينه طبعا هل بتشجع عليها ولا ما في داعي كتير ولا يعني هي الاصول انه يتشخص انه عنده سكري بعدين يتابع انه لهذه الشغلة اول اشي يتحول لعيون يعني احنا حكينا انه فحص بعيون بعد الارب عيون الضروري والعيون والقدم وعندهم مكان من شغلة هم المرضى السكري لازم يتعى عيون وقدم واسنان وكله هي مهولة لانه شرين ماشي اوين ما كان هو مرض بأسر على الشرين والصغيرة اكتر من الكبيرة بالضبط الاماكن الدقيقة سبحان الله كل العيون بيجي على الكلا مشان هيك هاي الاشياء وبعدين كله امراض صامتة يعني يعني في اولها ما بتكون تعطيه اي بوادر انه رح يصير معه اشي يعني هي السكر كتير يعني هو مرض لقيه بصراحة ليش لانه بأسر على الشرين الصغيرة وشوي شوي ما بيحس المريض باشي يعني اذا ما كان منتبه له بيخلص على جسم الواحد هو مو حاسي شوي شوي ببطء وبخير فاحنا ما عم نحكي يعني عن اشي ما عم نخوفكم بس هو عم نقول انه صعب تقفي اثره مبكرا لانه عم تقول الدكتورة دايما هو بيصيب الشرين ناعم الدقيقة اللي بتوصل لابعد الاماكن لابعد الاعضاء والخلايا فعشان هيك عم بيسكر بهدول قبل الكبار بيبلش بهدول الصغار هدول الصغار لنحس عليهم لازم يكون التأثير عالي يعني اثر على كميات عالية محسوسة عشان بيصير يبين عنها رح رح ناخد فاصل كمان شوي ورح نرجع نحكي لكم بدي احكي لكم عن القليل من او او بدنا نحكي مع الدكتورة ريهام زي ما يحب احكي في كل حلقة بدنا نحكي عن قليل من الخزعبلات ونضحض القليل من الخرافات اللي ممكن تسمعها الدكتورة ريهام عندها بالمستشفى او بالعيادة بيبرو عليها فاصل وبنرجع لكم اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم عدنا من جديد معنا الدكتورة ريهام شعبان اختصاص